السلام عليكم ورحمة الله ازايكم عاملين ايه احنا عارفين طبعا ان معظم المواقع الخاصة بالزكاء الاصطناعي اللي احنا بنستخدمها في توليد فيديوهات او صور او اصوات او نصوص او ايا كان الخدمة اللي حضرتك بتدور عليها معظم المواقع دي بتكون مدفوعة لكن بيديك تجربة مجانية وبيديك مثلا رصيد او كوينز عملات ولما بينتهي الرصيد بتاعك خلاص ما بتقدرش تستخدم الموقع ولازم بقى تنتقل للخطة المدفوعة عشان تقدر تستخدم الموقع او الخدمات اللي موجودة عليه فلو حضرتك عايز تستخدم الموقع مرة تانية بتضطر تعمل تسجيل خروج وبعدين ترجع تسجل تاني بميل او بريد الكتروني على جوجل بيكون عندك بس طبعا لو انا بستخدم الموقع ده بصورة دايما اكيد بش هيبقى عندي عدد من الحسابات على جوجل اقدر ان انا اسجل بيها على الموقع بالاضافة ان في بعض الاشخاص ما بيكونش عندها غير بريد الكتروني واحد على جوجل ما بتحبش تستخدمه في اي مواقع تانية طب ايه الحل بقى عشان اقدر ان انا استخدم اي موقع واستغل التجربة المجانية اللي فيه بصورة دايما الحل بيكون عن طريق استخدام بريد الكتروني مؤقت عشوائي من بعض المواقع اللي بتوفره زي مثلا تمب ميل او مهمل بيديك بريد الكتروني عشوائي مؤقت تقدر ان انت تستخدمه او تسجل به على اي موقع خاص به اي موقع عموما وعلى سبيل المثال هنستخدم موقع زي موشن اي اي دوت كوم وهنشوف ازاي هنقدر نسجل عليه باستخدام بريد الكتروني مؤقت عشان اقدر استفاد من التجربة المجانية بصفة دائمة رحنا على موقع موشن اي اي دوت كوم وهنبتدي بقى نسجل دخول عليه فهاجه اضغط هنا كده على تسجيل دخول وبعدين هننزل لتحت كده عند كلمة سجل مجانا عشان لسه هنسجل اول مرة على الموقع فبيديك الاختيارات اللي انت هتشترك او هتسجل بيها سواء باستخدام جوجل او حساب على ديسكورد او بريد الكتروني فبالتالي احنا هنختار التسجيل عن طريق البريد الالكتروني طيب هجيب البريد الالكتروني ازاي هنروع على المتصفح بتاعنا وهاجي في البحث وخلينا اللي باللغة العربية هكتب مهمل او وبعدين امراي على اول نتيجة بحث بلاقي الصفحة دي فتحت معايا كل اللي انا هعمله هروح اضغط على كلمة انشاء بريد باسم عشوائي او بعدها هلاقي الصفحة دي اتفتحت معايا وبيديني ادي البريد العشوائي وصلاحية البريد زي ما هو مكتوب معايا خمسة واربعين دقيقة اقدر استخدم فيها البريد ده فهضغط عليه كده يبقى قال لي كوبي خلاص تم نسخه هامرايح على الموقع اللي انا عايز اسجل عليه والمثال معانا هنا الموشن اي 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 وبعدين هاجي هنا كده وامحاطة البريد الالكتروني اهو تمام بعد كده هدخل كلمة المرور وبعد كده هامضغط على كلمة اشتراك بعد كده بتتفتح معايا الصفحة دي تبقل تأكيد بريدك الالكتروني لمواصلة التسجيل انقر فوق الرابط الذي ارسلناه بالبريد الالكتروني ودي العنوان اللي هو البريد الالكتروني العشوائي اللي احنا دخلناه فاحنا سايبين الصفحة الخاصة بالموقع اللي بيولد لنا البريد العشوائي مفتوحة ما قفلناهاش ليه عشان لما يجينا رسالة زي كده ان هو عايز يأكد البريد الالكتروني بتاعنا فهنيجي كده نعمل ريفرش للصفحة دي سواء بتستخدم الموبايل او الكمبيوتر ما بتفرقش هتلاقي اهو بيقولك جت لك رسالة على الصفحة او على البريد بتاعك هنضغط عليها كده بتتفتح معانا ودي الرسالة اللي جت من موقع موشن اي اي بيقولي confirm your mail هنضغط عليها هنلاقي الموقع تاني فتح معانا الخاص بالموشن زي ما انتوا شايفين وبقى لينا حساب علي يبقى ادي الطريقة اللي حضرتك بتستخدمها في التسجيل على اي موقع خاص بالزكاء الاصناع او اي موقع يعني عموما لكن احنا هنا بنتكلم على اساس لو انا هاجي دلوقتي استخدم الموقع ده زي ما حضرتكم شايفين بيديني عشرين كوينز اللي انا اقدر استخدمها في توليد فيديوهات او الخدمات عموما من الموقع اللي زي ده بعد ما بيخلصوا معايا بقوا معامل ايه ها امدايس على الحساب بتاعي او الميل بتاع اللي موجود هنا هو على السهم ده كده وبعدين امعامل تسجيل خروج وبعد كده ارجع اسجل على الموقع تاني بنفس الخطوات اللي احنا عملناها باستخدام البريد العشوائي من اي موقع زي ما قلنا تم بميل مهمل او اي موقع تاني بيكون بيولد بريد مؤقت عشوائي بالطريقة اللي احنا شفناها بس اهم حاجة اي موقع حضرتك بتستخدمه سيب الصفحة التحته مفتوحة عشان اي رسالة توصل لك تأكيد ايميل او كود او اي حاجة تقدر ان انت توصل لها بعتذر لو انا طولت ويا رب اكون ادرتفتكم وبالتوفيق للجميع وكالعادة في الختام بصلي على سيد الانام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته